مساء الخير مشاهدي كنات نايل لايف حلقة جديدة وصفحة جديدة كل سنة وحضراتك طيبين سنة سعيدة علينا جميعاً عشرين تلاتة وعشرين بإذن الله تعالى كمان كم يوم حضراتكو داي كل يوم باجي هنا في الدور السبع وعشرين حضراتكو وقبل ما اطلع هوا كده روح ايه وانا بوضب كده وبنبس بقى وتشيك عشان حضراتكو يعني كده اطلع هوا فبروح اصلي المغرب والعيشة حضراتكو في الباليكون هنا في الدور السبع وعشرين منظر جميل دامنا حضرتك بنشوف المشاريع القومية اللي بتحصل فيه مسلس مسبير وحضرتك بشوف النيل العظيم بسم الله ما شاء الله وكبرى ستة اكتوبر والإضاءة والقهربة والمناظر الجميلة بتاعت بلدنا حاجة روعة بسم الله ما شاء الله يعني فبيني وبينك يعني عدت تأمل كده وعش بص في جمال البلدنا بلدنا جميلة اهو اخوانا بس انت بس ايه صف دماغك كده وبص لها كده بحب تلاقي نفسك بلدك جميلة اوي اوي ما شاء الله والله ايه نعم في زحمة رهيبة جدا في كبرى ستة اكتوبر لكن الزحمة دي برضو فيها نعمة جميلة مسلم المسيح اللي بيحتفلوا الاعياد اليومين دول سلاثل سنة الجديدة والعيد الميلاد المجيد حاجة جميلة جدا حاجة فيها رقي بلد رقية والله العظيم وشعبها برضو على فكرة فيه الاصول بتاعته رقية جدا فعدت بص على المنظر الجميل ده ولاقيت نفسي بتخيل وتأمل واقول واقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين واحنا خده خلصين خلص 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 بنخلص عشرين اتنين وعشرين ودخلين على عشرين تلاتة وعشرين بقول الحمد لله على نعمة الامن والامان ابنك وابني وبنتك وبنتي اللي بينزلوا في الشارع ويتأخروا لغاية اخر والدروس بتاعتهم الخصوصية ولا مدرسة ولا في امن وامان الحمد لله على نعمة الامن والامان الحمد لله على نعمة الطقس المناخ الجميل اللي هو ولا شتاء اوي ولا برد اوي ولا صيف اوي ولا هو يعني نعمة جو جميل لو يعني نفسي الكاميرا كده تبص على كل اللي انا ببص عليه من هنا من دوري السبع وعشرين منظر جميل جدا جدا الحمد لله على نعمة الامن والامان الحمد لله على نعمة المناخ والطقس الحمد لله على المشاريع القومية بصيت على المشاريع اللي هو مسلس نسبير وده والعمرات اللي هي كانت المنطقة دي كنت طول عمري بقعد ابص عليها لقيها كلها عشاش 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 دلوقتي الحمد لله للناس راح اقعدت في حتة طليق بالادمية والناس اللي هترجع تاني هما اللي كانوا عايشين في الاشرس دي هترجع تاني تقعد في هذه العمرات اللي موجودة الحمد لله الحمد لله على نعم كتيرة جدا الحمد لله على الغاز الطبيعي الحمد لله على التصدير الحمد لله حمد لله مصر فيها ربنا سبحانه وتعالى اديها كم كبير جدا من النعم في التمن تسع سنوات الماضية وانا بتأمل كده واحنا راخلين على عشرين تلاتة وعشرين زي ما الانسان ربنا سبحانه وتعالى ادي له نعم كتير جدا ألا تتأملون ألا تتفكرون ألا تتذكرون سبحانه وتعالى اللي دايما بيقول لك تصلي خمس سلوات كل يوم أول كلمة لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لازم تقرأ سورة الفتحة وتقول الحمد بعد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لرحمنا رحمنا ربنا سبحانه وتعالى رحمنا في مصر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين به نستعين به بالشدائد نستعين به الحمد لله وابق كورونا الحمد لله مستوياته قليلة جدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين به سبحانه وتعالى على هذا التضخم وزيادة الأسعار وفرقص الدولار وإن إحنا نقدر نعمل ونشتغل أكتر ونصنع ونصدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاكرين لما كنا بنقف في اللجان الشعبية صدق الله العزين فاكرين لما كنا بنقف في اللجان الشعبية حضرتكم وكلنا وقفين عشان مفيش أمن وأمان في بلدنا فاكرين سنة 2015 لما كان 600 عملية إرهابية في بلدنا فاكرين حرق الكنائس في الأيام دي فاكرين 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 حضرتك لما كنا بنقف على البنزين عشان نلاقي لتر بنزين ولا غاز ولا أنبوب بتجاز ولا عيش ولا سكر ولا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قد الإنسان نعب كتير جدا وقال له في كل صلاة أقول أول حاجة بعد الله وأكبر أقول الحمد لله رب العالمين إحنا كمان لازم نحمد ربنا على نعمة بلدنا أنا كان يعني بالتأمل الإنسان لربنا ميزة التأمل أو نعمة التأمل لربنا سبحانه وتعالى حطها في الإنسان لما أعدت أتأمل وأنا قدام المنظر الجميل ده قدام النيل لما افتكرت المناظر الرهيبة اللي كنت بشوفها في العراق وتدمير مناطق وأحياء ومدن كاملة مدمرة إذا كان في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا 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 في ليبيا ولا إيه النعمة الكتيرة ربنا سبحانه وتعالى الدهالنا دي فلنتأمل كده وإحنا راح دخلين على عشرين تلاتة وعشرين النعمة الكتيرة اللي موجودة عندنا تضخم وزيادة أسعار إن شاء الله حنعديها ده إحنا عدينا أكتر منها بكتير قوي يا جماعة بقول لكم كنا منقف تحت العمرات عشان نحافظ على أهلنا وعلى عرضنا إن شاء الله نعدي المشاكل اللي إحنا بنعديها زي ما مصر طول عمرها في السبع تلاف سنة يا ما عد عليها حروب ومشاكل وباء كورونا والإرهاب إن شاء الله نعديها وإن شاء الله الحمد لله على نعمة السياحة اللي رجعت تاني بفضل الله واتدخل عملة صعبة ودولار للبلد تقول لي انت مش شايف يعني زيادة الأسعار يا أشرف يعني انت مش حاسس بالدنيا ولا إيه قلت له آه حقولك آه معك ما هي الأزمة هنعمل إيه هنعديها مع بعض مسلم ومسيحي ويهودي حتى اليهودي هنقوله أيوة تعالى يا مصري لا انت مصري لو مصري يعني لو حتى غير مصري هنعديها يا مصريين بعزمتكوا بقوتكوا بإصراركوا على النجاح بإذن الله تعالى فالحمد لله رب العالمين بما ان بقى بتكلم على الخيار والفن والتأمل وكده يعني حضراتكوا يعني الفنان والمتخيل واللي بيتأمل كده حضراتكوا فيه اللي بيكتب سيناريوهات أفلام السينما الأمريكية أو في السينما بشكل عام من عدة سنوات أمريكية أمريكية أو غير أمريكية لما حضرتك بيقعد يتخيل المستقبل حيبقى الزالي زي أفلام جيمس بوند وبتاعه لما قالك مش عارف الساعة بتنور وبتساعة بتعمل ليزر وساعة حضرتك بتتكلم في التليفون واللي سلكي كل ده شفناه بعد كده هو كان أياميها أيام إنتاج الفيلم ده كان موجود ما كانش موجود إنما خيال الفنان والتأمل الفنان أو اللي بيكتب سيناريوهات وأفلام إذا كان خيال علمي إذا كان حضرتك رعب إذا كان سسبنس إذا كان حضرتك الطبيعة ومشاكل الطبيعة والمناخ والكوارث الطبيعية فاكرين أفلام اللي هي بآخر الدنيا أو سوري يوم الإيامة وأفلام خاصة بنهاية العالم وأفلام خاصة حضرتك بتخيل الإنسان من عدة سنوات لما يقولك وباء نزل على البشرية الناس وهي ماشى في الشارع بتقع وتموت كل ده شفناه كل ده شفناه خيال الإنسان والتأمل للنعمة اللي إداها ربنا سبحانه وتعالى للبشرية إنها تتأمل وتتخيل ويكتب سيناريوهات وأفلام وتتحقق بعد كده بعد عدة سنوات على فكرة النعمة الخيال والتأمل دي كمان موجودة بشكل قوي جدا في العلماء إن العالم لما بيجي يبتكر هذه الاختراع ده بيتخيلها ويتأملها الأول يتخيلها ويتأملها الأول وبعد كده بيبتدي يترجم الخيال ده لإنك إنت إزاي حتصنع دي تبقى موجودة ومتواجدة حضرتك أيا كان بقى العلم في كل أنواع العلم فحضرتك شفنا في الأفلام الأمريكية وشفنا في الأفلام بشكل عام الكوارث الطبعية الرهيبة اللي كانت بتحصل وقال لك دي يوم القيامة اللي بيحصل واوا شفنا حضرتك الكوارث الطبعية الكتيرة جدا وشفنا حضرتك الأوبئة وزي ما وباء كورونا كده للجيل الجديد لما شف هذا وباء كورونا اللي مر علينا وما زال هتقول لي يعني إيه عايز تقوليها أشرف يعني عايز تقوليه أنا عايز أقولك حضرتك أن أقوى دولتين في العالم أكل أقوى دولتين في العالم اقتصاديا وعسكريا اللي هي مين؟ اللي هي أمريكا والصين وطبعا مش هننسى روسيا بس خليني نركز بس في أمريكا والصين دلوقت الاتنين دول أكتر دولتين بيسببوا الاحتباس الحراري بالصداعات بتاعتهم والكوارث بتسبب التغير المناخ وتلوث البيئة تغير المناخ وإيه؟ وتلوث البيئة أكتر دولتين في العالم بيتسببوا فيه انبعاثات ثاني أغسيد القربون بزيادة درج الحرارة فتغير المناخ تغير المناخ وتلوث إيه؟ بيئة فالتغير المناخ وتلوث البيئة دي بيسبب كوارث كوارث طبعية أو بيئة فحضرتك أمريكا بقالها إسبوع أو تقريبا أكتر فيها إيه؟ فيها عواصف تلجية بيسموها عاصفة القرن عاصفة تلجية ممرتش على الشعب الأمريكي والكندي بقالها أكتر من ستين سنة أو خمسين سنة حضرتك غطت التلج كل حاجة في أمريكا معظم الولايات المتحدة الأمريكية السيارات حضرتك وقفت في الطريق بسبب التلج والكسحات مش عارفة تتحرك أساسا وبعيد عنك يا مشاهد ويمستمع الناس التلجت وماتت في العربية من كتر ما هي مش قادرة ده حصل بالداخل السيارات وتوقف السيارات وده غير الحوادث بعض الناس عاعدوا في بيوتهم ومش عارفين يتحركوا من مكانهم والتلجوا وماتوا جوا البيت فاكرين الأفلام الخيالية اللي حوالي من عشرين سنة تقريبا يوم القيامة والكوارس الطبعية والأفلام كلها بتتحقق كلنا بنشوفها دلوقتي حصلت القطر ترتفع أكتر من ستين قتيل ده غير الناس المفقودين ولاية بافالو هي يعني اتحولت إلى ساحة حرب تقريبا بقى شابه ساحة حرب حالة طوارق في نيويورك لتوفير الدعم الفيدرالي الولاية فوضى كبيرة طبعا في المطارات طبعا احنا في موسم عياد عيد الميلاد المجيد وكله بقى عايز يسافر آلاف الرحلات يا ريس مفيش أي حالات بتطلع من أمريكا في كثير من الولايات تكدس بقى في المطارات وحالة كرسى تغير المناخ بيقدي إلى إيه اللي حضرتك شايفه لأنا عمال حكولك في أمريكا التلوث البيئي بيقدي إلى إيه زيادة حضرتك الأوبئة وزيادة الأمراض حضرتك السين رجعت تاني عدد رهيب من أعداد كورونا زيادة كل يوم حوالي مليون مليون إصابة ارتفاع معدلات الإصابة وباء كورونا لمعدلات غير مسبوقة غير مسبوقة تصل إلى مليون حالة في اليوم بعض الإحصيات بتقولك في خلال 20 يوم بس في 250 مليون إصابة بعد أن تراجعت السين عن نظرية السفر كورونا دي اللي هي كانوا عاملين نظام محكم جدا لو في واحد بس في مدينة يقعدوا المدينة كلها حضرتك في بيوتهم فلاقوا نفسهم مش عارفين يشتغلوا مش عارفين ينصنعوا مش عارفين يعملوا الصناعة وأقوى اقتصاد بنافس الولايات المتحدة الأمريكية فرحوا فتحين زي كل دول العالم مفتعين حصلت مصيبة كارثة رجعتني وباء كورونا بمعدلات غير مسبوقة أعلنت السين نها مش هتعلن عن الإحصائيات خلاص مش هتعلن كل يوم الإحصائيات زي ما كنا احنا بنعلن كده كل يوم فيه كم إصابة كم موفاة من كتر الإصابات خلاص قالك مش عارفين نعدوهم فبطلوا يعلنوا تكدس في المستشفيات حضرتك الناس المرضى اللي دخل حضرتك في المستشفيات تكدس غير طبيعي في الممرات وفي الشوارع خلاص بقوا بيعالجوهم في الشوارع أنا مش بتكلم في خيال علمي ومش بتكلم على فيلم على فكرة سينمائي أو أمريكاني الصناعة أمريكية أنا بتكلم على حقيقة بتحصل زي ما كنا بنشوف في الأفلام الأمريكية زي ما بقولك الخيال الإنسان السيناريست اللي بيكتب كنا بنشوف في الأفلام الإنسان يبقى ماشي كده ورح واقع مرة واحدة ده اللي بيحصل حضرتك وحصل وشفناه في وباء كورونا ورجح تاني في الصين بسبب تلوث البيئة تلوث البيئة بيؤدي إلى إيه؟ حضرتك زيادة الأوباء أو زيادة الأمراض طبعا وبعد ذلك حالات الوفاء لأحد ورجعوا بيننا كبار السن رجعوا تاني يقولوا وينادوا للكبار السن إن هم يروحوا بسرعة ياخدوا التطعيمات لأن حضرتك كبار السن لما شافوا العملية كده بحبهة وحلوة وجميلة بطال يروحوا ياخدوا تطعيم فرجعوا تاني يتكلموا عن هذا الموضوع التطعيم لازم ترجعوا تاني يتاخدوا التطعيم بسرعة الرئيس الصيني يجب اتخاذ إجراءات لحماية الأرواح بعض المدن تنادي بعدم الخروج من المنزل للاحتفال بالأعياد وزير الخارجية الأمريكي يجب أن تتحل الصين بالشفافية بشأن تفشي كورونا يمكن مساعدة الصين بلقاحات كورونا ده وزير الخارجية الأمريكي متحدث رسمي للخارجية الأمريكية انتشار كورونا في الصين يشكل تهديدا على الجميع في كل مكان مدير منظمة الصحة العالمية قال يكون حيال موجة الإصابة غير المسبوقة بكورونا في الصين فحضرتكو الوضع مش طبيعي وكأن وكأن الطبيعة بتعاقب أكبر دولتين بيتسببوا في التلوث وتغيروا مناخ في العالم وربنا يسطر وربنا يسطر قاب 27 حضرتك اللي كان في شرم الشيخ اللي كل دول العالم ومصر كانت هي وحتفضل لمدة سنة هي رئيسة قاب 27 حضرتك اللي كانوا بينادوا العلماء والمنظمين وكل الناس ومصر نفسها بتنادي يا جماعة نزلوا شوية من الحاجات اللي انتم بتعملوه ده اهدوا في الحرب الاوكرانية الروسية والمشاكل اللي خلتكو ترجعوا تاني تستخدموا الفحم الأخوض الإحفوري اللي هو ايه؟ الغاز والنفط والفحم رجعوا تاني يستخدموا ويزودوا وهم أكبر دولتين في القرى الأرضية عندهم تلوث وزيادة ثانية أكسيد الكربون والاحتباس الحراري حكيت لكم أمريكا فيها ايه؟ عواصف اسمها عواصف القرن كارثة بيئية والصين البيئة بتعقبها ازاي دلوقتي؟ بأن هي كورونا رجعت بشكل غير طبيعي غير مسبوك ده موضوعين كده كنت حابب أن أنا ايه؟ أكلمكم ومعنهم في ايه؟ في آخر السنة إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يعني الأمور تعدي وإن شاء الله عشان كده بقول لحضراتكم عشان كده بقول لحضراتكم ربنا مدينا نعم مدي مصر نعم نعم عظيمة في كارثة في الصين عشان وباء كورونا اللي احنا الحمد لله دلوقتي شلنا بقيناش ولا نلبس الكبامة ولا الحمد لله مشينا والفضل الله والسياح الحمد لله نعم ربنا مدهلنا زي من قلت النعم كتيرة جدا نعمة المناخ المناخ الجو المعتدل ده بتاع مصر اللي ما في الزيو ولا في الصيف ولا في الشتر فهنقول ايه يا سادة يا مشاهدين الحمد لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادى نعم لكل انسان نعم كتيرة جدا لا تحصل برضو ربنا سبحانه وتعالى ادى نعم كتيرة جدا على جمهورية مصر العربية عظيمة جدا عندنا زيادة اسعار ان شاء الله نعديها وبإذن الله المسؤولين اللي في المصريين بيحاولوا قد ما يقدروا بيعالجوا كل ما هو ممكن يتعالج بحيث ان احنا بإذن الله نعدي هذي المحنة او هذي هذا التحدي ان شاء الله يعني كل الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية بتحاول انها تقف امام التضخم وزيادة الاسعار زي ما انا قلت كده من شوية على فكرة النهاردة عندنا فقرة او حلقة خاصة بالبنك المركزي المصري كل الوزارات وكل المعنيين في جمهورية مصر العربية والمسؤولين بيحاولوا قد ما يقدروا كل واحد في مجاله ان هو يعمل ما عليه اذا كان السياسة المالية والسياسة الاقتصاد بحيث ان هما نقدر اذا كان في وزارة التضامن اذا كان حضرتك في وزارة التموين اذا كان في الزراعة اذا كان في كل حاجة تحاول قد ما نقدر ان احنا نحاول نحل المشكلة ونقف امام التحدي الخاص بالتضخم اللي موجود في كل حتة في العالم بالزيادة الاسعار الرهيبة اللي موجودة في اي حتة في العالم وموجودة طبعا في دولتنا جمهورية مصر العربية انا لا انفي ان الشعب المصري تعبان في زيادة الاسعار في كل حاجة ولكن فكر شوية في الكلمتين اللي انا قلتهم في المقدمة دي فكر شوية وحتلاقي نفسك بتقول اه الحمد لله وباذن اللي احنا عندي ان شاء الله يعني نروح للفاصل ولا ايه رأيكم نروح للفاصل ولا ايه رأيكم يا شباب الجميلة حيكونوا معاكم بكرة الاربع ويوم السابت انا هشوف حضراتكم بإذن الله تعالى بقى في السلك الجديدة كده ان شاء الله فاصلوا راجعين حالا حضراتكم مما لا شك فيه ان احنا عندنا تضخم وعندنا زيادة اسعار وعندنا مشاكل في العملة الاجنبية اللي هو الدولار ومنحاول قد ما نقدر نوفر الدولار بنحاول قد ما نقدر ان احنا نعدي هذه المرحلة الصعبة فكثير من الوزارات وكثير من المعنيين بهذا القبر حضراتكم بيبذلوا مجهود كبير جدا في هذا الاتجاه بحيث ان احنا نعدي هذه المرحلة من هذا التضخم وهذا التحدي اللي موجود في كل حتة في العالم فمن ضمن طبعا المجهود الكبير اللي بيبذل من البنك المركزي المصري كان فيه بيان مهم جدا 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 لحضراتكم ان احنا نفهمه كده ونستوعبه والناس الخارجي عن القانون حضراتكم يفهمه ويستوعبه انه هما مش هيتسابه فبيان هام للبنك المركزي المصري يرصد ممارسات غير مشروعة على الدولار رصد البنك المركزي المصري مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الاجنبي ايه اللي حصل بقى ايه البيان بيتكلم عن ايه زيادة في استخدام بطاقات الاقتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد حيث بلغت زروتها في منتصف الاسبوع الماضي وبلغت بمبالغ تصل الى خمسة وخمسين مليون دولار في اليوم الواحد تخيل انت المصريين اللي في الخارج ومعهم بطاقات اقتمان بحضرتك وبيصحبوا دولارات وهم هناك برا مصر في اليوم الواحد وصلت لخمسة وخمسين مليون دولار في اليوم الواحد هل دا يرضي ربنا وانحنا عندنا في بلدنا ازمة ازمة اقتصادية وازمة في الدولار حضرتكو بنك مصر بيتكلم عن انه دايما المصريين في الخارج في هذه الفترة او في طول السنة مثلا ممكن يسحب مثلا من خمسة وسبعين الف لستمائة الف دولار دا في اليوم فبيتكلم ان شهر نوفمبر اللي فات زاد من ستمائة الف دولار لتلاتة مليون ومية ها تلاتة مليون ومية الف دولار شهر ديسمبر اللي حضراتكم اللي لسه مخلصي دا وصلنا ليه مية عشرة مليون دولار في اليوم دا بنك واحد بس من البنوك المصرية يعني قفز اللي بيسحبوا دولارات من بره وهم بره مصر قفزت هذا السعر من ستمائة الف دولار لعشرة مليون دولار يعني ايه دا ايه الكم دا دا بنك واحد والبنك المركزي حضرتك بيتكلم انه هو وصل لخمسة وخمسين مليون دولار في اليوم الواحد بزيادة تقدر باكسر من خمس اضعاف عن المتوسط اليومي فطبعا دا حاجة مش طبعية والجهات الامنية اكيد اكيد ابتدت ترصد هذا الموضوع والبنك المركزي المصري ابتدى يرصد هذا الموضوع هنسيبه يمر كده لا طبعا فعشان كده هذا البيان الهام جدا ليه البنك المركزي المصري من ضمن الناس اللي بيتلعبوا بقى عميل في احدى البنوك يطلب توفير الدولار من البنك لغرض السفر حضرتكو عارفين اي مواطن مصري عايز يسافر مصري ليه مبلغ معين ممكن ايه ياخده من البنك وهو مسافر فلاقوا حضرتك ايه بعض المصريين والمصريات هيروحوا البنك يقول لك انا معايا تسكرة ومعايا حجز ومعايا فيزا انا هسافر يا باشا يوم كزا كمان يومين فقديني والنبي الف دولار ولا لا الفين دولار انا مش فاكر المبلغ ياخد حضرتك الكام الف دولار دول وما يسافرش بعد التلاعب في هذا الموضوع حضرتك انه مثلا ناس تكون مسافرة تاخد بقى ابطأة امه وابوه ابن خلته وابن عمته ومراته وهو راح شغلي بس يروح واخد شوية البطاقات دي حضرتك يروح رايح مسافر ويقعد يسحب هناك الدولارات وطبع الدولارات دي بتخرج ته معناها انك انت حضرتك الدولارات بيخرج واحنا في عرض ان الدولار يخش بلدنا في بعض الناس حضرتك بيروحوا يتعاملوا مع مثلا محل بتاع ساعات محل بتاع اي حاجة يشتري اي حاجة كويس وبعد ما تتخصم المبلغ حضرتك يروح صاحب المحل يقول له لا لا خلاص انا حرجحها وياخد الفلوس كاش في ايه تكلم على بر مصر فكل دول خارجين على القانون الناس اللي حضرتك ممكن تكون عدد كبير جدا من المصريين اللي بيشتغلوا خارج مصر ولو بيحولوا المفروض فلوسهم ليه داخل مصر بالمليارات تلاقي في شركات كده وبتاعي يقول لك بص يا باشا هو بر مصر يعني يقول له بقول لك هات المئة دولار دول ولا العشرة تلاف دولار دول حضرتك هاتهم وانا حدهم لك خلي اهلك يخدوه في مصر ايه ده الناس دي الناس دي اصدق انك انت مش عايزين الدولار ينزل مصر ده واحد من اهم مصادر الدولار حضرتك تحويلات المصريين في الخارج فالبنك المركزي مسكيتش عميل في احدى البنوك يطلب توفير الدولار عن البنك الغرض السفر ويثبت بعدها ان عدم مغادرته البلاد وما يسافرش سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنصيق مع الجهات المعنية وسوف يتم ايقاف التعامل على البطاقة للناس اللي عمالها تلعب باللعب غير نظيفة دي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الاجدبي خاصة اغراض التعليم والعلاج الناس بقى حضراتكم اللي هما مسافرين ابنك بنتك بيتعلموا في الخارج او جدك او ابوك او اي حد يكون بيتعالج برا مصر دول مش هنمسهم مش هنمسهم البنك المركزي بيقولك لا طبعا اديهم كل ما هما محتاجينه في انك انت تراعي وتتعالج برا مصر او عايز تتعلم وابنك يتعلم برا مصر لا امكانيات مفتوحة خارج مصر مع الابقاء على حدود السابقة للعملاء والموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022 قيام البعض بتداول السلع داخل مصر بالعملات الاجنبية ليه؟ ليه بيديعوا تشتروا جوه مصر بالدولار؟ رصد مخالفات في عملية التحويل الاموال من المصريين المقيمين بالخارج عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات اللي انا بتكلم عليها انه واحد من المصريين عايز يحول اقول له لا 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 ما تحولش باش انا هاخدني اديني بس الدولار هنا وانا فيه عندي صاحبي هناك في مصر حددتك هيدي الاهلك الفلوس يقوم البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة في مجال التصدير والسياحة تستهدف احتفاظ بالنقل الاجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الاطار القانوني يعملوا شركات برا مصر ومعرفش ايه عشان الدولارات برضو متخشش مصر اذا كان السياحة ولا في التصدير ان الجهاز المصريفي قام بدور فعال فيه الافراج عن بضائع موجودة بالمواني تبلغ قيمتها نحو خمسة مليارات دولار منذ مطلع الشهر الجاري لتلبية احتياجات السوق ده اللي كان بيعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي ان احنا الحمد لله ضخينا خمسة مليار دولار عشان البضائع اللي موجودة في المواني يؤكد البنك المركزي المصري على انه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر وداته العمراء بيحصل شدد البنك المركزي على انه يراقب تطورات الاوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب وانه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة اي ممارسات ضرر بالاقتصاد القامي وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الاوضاع النقدية في المستقبل القريب ده كان بيان هام جدا من البنك المركزي حضرتكو في امبارح اخر حاجة بس اقرأ لحضرتكو عشان اسمحها بقى ايه اسمحها للمتلاعبين والخارجين عن القانون اخر حاجة اسمحها عشان بعد كده اقرأ شوية من الاخبار كده سريعا عشان نصدف ضفنا بقى المتلاعبين بالدولار ومخالفين لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي فيه الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن اسمعوا بقى للناس الايه برسالة ايه للناس اللي هي بتتلاعب في هذا الموضوع المخالفات عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر الله اكبر وذلك لكل ما انت عامل في النقد الاجدبي خارج البنك المعتمد او الجهات التي رخص لها في ذلك او مارس نشاط تحويل الاموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 299 من هذا القانون ربنا يحفظ بلدنا ويهدي الناس اللي بتتلاعب وبتنتهز الفرصة وتغلي الاسعار وتحاول انها تسرق الدولار من الدولة المصرية بطريقة او باخرى اذا كنتوا يعني اذا كان جماعة الاخوان الارهابية ولا انتوا اساسا بس ناس طماعة ما عنداش اي ضمير حضراتكم بعد الفصل ان شاء الله هيبقى معي اضيفي لكن خليني بس ايه اقرأ بعض من الاخبار الهامة الاول ولو على الاقل العنوين الرئيس السيسي يوجه بتطوير المواني بما يعزز قدرتها على دعم حركة التجارة اجتمع الرئيس السعب فتاح السيسي اليوم السلساء مع الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء امير السيد احمد مزشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسم باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة المواني على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس بان يتم تطوير المواني بشكل تنموي متكامل يمتد الى المحيط الجغرافي لتلك المواني ولتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي اقليمي وعالمي وكذلك حوض البحر المتوسط والاحمر قرار حكوم باضافة الاراضي والعقارات لتنفيذ مشروع القطار القهربائي بالقاهرة ازل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا باعتبار مشروع اقامة الابراج بمركز جهينة بداية من مدخل جهينة الصحراوي حتى موقع ماكينة الرفع بالطول حوالي 4 كيلو متر وذلك في نطاق محافظة صهاج من اعمال المنفعة العامة وازر رئيس الوزراء قرار باضافة بعض مسطحات الاراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع انشاء القطار القهربائي من محافظة القاهرة لأعمال المنفعة العامة الحكومة تنفيذ تداول مبيعات زراعية محضورة وتتسبب في تسمم المحاصيل بالاسواق كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشأن تداول مبيعات زراعية ومحضورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالاسواق نتيجة غياب الرقابة تواصل المركزية مع وزارة الزراع والتصلاح الاراضي والتي نفت تلك الانباء واكد المركز زنون لها لا صحة لتداول مبيعات زراعية محضورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالاسواق نتيجة غياب الرقابة مشددة على ان كافة مبيعات الآفات الزراعية المتداولة بالاسواق سليمة وآمنة تماما المالية تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج دخلت حيز التنفيذ اكد الدكتور محمد معيت وزير المالية ان التيسيرات الجديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا دخلت حيز التنفيذ وسيتم ادراك التعديلات الالكترونية الخاصة بذلك في الابليكيشن في موعد اقصاه الخميس المخبر معضحا انه تم الغاء شرط ايداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة اشهر على الاقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة اشهر السابقة على تاريخ التحويل مبينا فيه حركة الايداع والسحب والتحويل الرقابة المالية زيادة قيمة قص التمويل العقاري الى 50% من اجمال الدخل وزير التجارة والصناع يترأس اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية محي الدين الدول النامية المتعثرة في ديونها يجب ان تعتمد على الاستثمارات المحلية للتمويل الجمارك اتخاذ اجراءات راضعة ضد اي مستورد يتلاعب في قيمة فواتير الواردات ابو الغيت يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالجامعة العربية وزير التعليم امتحانات السنوية العامة بلا اخطاء وبلا غش او تصوير للاسئلة التعليم العالي مصر الـ 35 عالميا والاولى افريقيا في الانفاق على البحث العلمي اخر خبر معانا حضرتكو النهاردة وهو غدا شابورة على الطرق وتقسي بارد ليلى والصغرى بالقاهرة تنخفض الى 11 درجة دي كانت المقدمة حضرتكو بتاعتي والبعض من الاخبار بعد الفاصل حضرتكو هيكون ديفي الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة وكيف اثرت قرارات البنك المركزي على اداء الاقتصاد المصري خلال 2022 اتنين وعشرين فاصل وردين حالها اشتركوا في القناة